في إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار في دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية الموهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة الثامنة من المعهد الصحي للذكور دفعة اللواء طبيب أحمد سامي كريم والدفعة السابعة من المعهد الصحي للإناث دفعة اللواء طبيب محمد رضا فريد ذلك بحضور اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة كما تم تكريم أسر القادة التي سميت بأسمائهم الدفعات ذلك تقديرا وعرفانا بعطائهم خلال مسيرتهم الوطنية بالقوات المسلحة كما تم تقليد أوائل الخارجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة